بسم الله الرحمن الرحيم صالح والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم موذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أهوزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خسائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جود ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو لوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مما لها من فواق وقالوا ربنا عد لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داوت ذليد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهلتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعدة ولي نعدة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب قال لقى الظلمك بسؤال نعدتك إلى نعانه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحقوا بين الناس بالحق فاحقوا بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وأبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة جري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمننا وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولل الباب وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعكوب أوليليل ولبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم لبواب متكئين فيها يذعون فيها بفاكيات كثيرة وشراب وعندهم قاصراط الطرف أتراب هذا ما توعبون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من النفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبيس المياد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواد هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم وإنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم وأنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا لم زاوت عنهم لبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مورعون ما كان لي من علمي بالملئ لعلا إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له مساجدين فسجد الملائكة كلهم أدمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نال وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أدمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملهن جهنم منك وممن تبعك منهم أدمعين قل ما أسألكم عليني نجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين